موسيقى مرحبا واهلا تفيكن بقناتي بفيديو اليوم رح اعمل سلطة اللبن او الزبادي مع الخيار الوصفة طيبة وخفيفة وصحية متل العادة المكونات حيكونوا باسفل الفيديو بصندوق الوصف ما تنسوا تشتركوا بالقناة زبعتكم مش مشتركين وتتابعوني على فيسبوك وعلى انستغرام وهلا خلينا نبلش بالنسبة للمكونات بحاجة لخياره بقدونس زبادي او لبن شوية من العشاب الجافة في عند الشبط والنعنى توم كمان رح احتاج شوي من عصير الحامض طبعا شوي من زيت الزيتون واكيد الملح والفلفل الاسود هلا رح ابدأ قطع لخيار لا قطع كتير صغيرة هلا فيه ناس بتفضل انه تشيل لبزور او اللب من الخيار بس انا بفضل انه يخليه كمان فيه منه بيبرشوا الخيار بس انا بفضله مكعبات كمان هافرم البقدونس فرم ناعم ممكن حتى تفرموا شوي من النعنى على التازج فهلا المقادير صارت عندي كلها جاهزة ما علي غير ان اضيفهم كلهم لنفس الوعاء عندي هون اللبن او الزبادية رح اضيف عليه الاخيار والبقدونس كمان رح اضيف توم رح اهرسه اكيد كمان رح اضيف العشاب الجافة متل ما ذكرت الشبط والنعنع وطبعا ما انسى الملح والفلفل الاسود واخر شي رح رش رش صغير من الزيت زيتون وعصير الحامض وبعد هيك ما علي غير اني حرك كل هالمكونات مع بعضها لحتى يجي نسوا منيح والصلطة عندي بتصير جاهزة هلا هايدي الكمية اللي عملتها يعني لشخص واحد بس انا بسندوق الوصف رح اكتب لكم هايدي الوصفة وكمان حتكون وصفة تانية تكون لأكتر من شخص واحد كمية اكبر يعني فهيك كم نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكونوا عجبكم بتمنى تكونوا حبيت الوصفة البسيطة والطيبة بدي اطلب منكم تعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم واذا بعدكم منكم مشتركين بالقناة تشتركوا تضغطوا على الزر الاحمر مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني باي